مرحبا مساء الخير اليوم سنستمر في سلسلة المحاضرات التي شرعنا في ترجمتها منذ مدة بدأنا في السلسلة الأولى من المحاضرات بمشكلات السياسة والتاريخ في فكر الفيلسوف الألماني هيكل كانت هذه المحاضرة أو حاولنا من خلال هذه المحاضرة أن نعالج مفهوم هيكل للسياسة ومفهوم هيكل للتاريخ ومن خلال هذين المفهومين سنحاول اليوم أن ندخل في المحاضرة الأولى من سلسلة المحاضرات التي سنخصصها للفيلسوف الألماني كارل ماركس عنوان المحاضرة إذن هذه المحاضرة الأولى هو أو عنوان المحاضرات جميعا سيكون هو مشكلة التاريخ في كتابات ماركس الشاب سنعالج هنا أساسا كتابات ما سنسميه في مرحلة ماركس الشاب وعنوان هذه المحاضرة الأولى اخترنا لها كعنوان هو حزب المفهوم وحزب اللامفهوم وسنرى ذلك في المحاضرة ما الذي يعنيه أو ما الذي عناه أرطي سير في محاضرته بحزب المفهوم وحزب اللامفهوم إذن أبدأ من هذه المشكلة المشكلة الأساسية التي كانت تطرح في ألمانيا خاصة في سياق تبلور الفلسفة الهيكيلية كانت هي مشكلة الدولة المثقفون الألمان لسنوات 1830 واجهوا هذه المشكلة على مستوى الواقع ونعني هنا الدولة البروسية الرجعية والبوليسية والمتأخرة عن أوروبا الغربية وكذلك التقوا هؤلاء المثقفين بهذه المشكلة كذلك على مستوى النظرية أي من خلال نظرية هيكل المدرسة في كل مكان آنذاك في ألمانيا والتي كانت تعبر أو تمثل تبريرا لوجود الدولة البروسية ومع ذلك فهذه النظرية بالنسبة للمثقفين والشباب الهيكليين الجدد كانت تتضمن بعض العناصر الثورية وكذلك بالإضافة إلى الأحداث التي كانت تقع آنذاك في سنوات 1830 أي الأحداث الثورية لتلك السنوات إذن سيلاحظ الهيكليون الشباب وجود تناقض بين المحتوى الرجعي للنظام الهيكلي الفلسفي ومنهج هيكل الثوري وما هي إذن هذه العناصر الثورية أولا فكرة أن التاريخ يحقق أو تحقيق للعقل والحرية كما شاهدنا ذلك كما رأينا ذلك في المحاضرات عن هيكل الفكرة الثانية هي أن فكرة أن التاريخ هو عملية جدلية وبالتالي لا توجد نهاية للتاريخ من هنا استنتاج الهيكليين الشباب أن الدولة ينبغي أن تتحول من دولة بوليسية رجعية إلى دولة تتحقق فيها الحرية على الدولة البروثية أن تنتقل من نظام بوليسي رجعي أو تقراطي إلى نظام تتحقق فيه الحرية الاستنتاج الثاني للهيكليين الشباب كان هو على التاريخ أن ينتج هذه الحرية التي لم تتحقق بعد من هنا إذن يتطور فكر ماركس من هذه الفكرة من خلال ثلاث مراحل إذن ماركس ينطلق من هذا الرصد الذي قام به الهيكليون الشباب وتتطور فكرته عن التاريخ وعن الدولة انطلاقا من ثلاث مراحل ما هي هذه المراحل؟ المرحلة الأولى هي مرحلة الموافقة التامة على هذا التصور أي التصور الهيكليين الشباب الذي كان تصورا ذو توجه لبرالي الهيكليون الشباب كانت مشكلتهم الأساسية هي أن كيف تتحول ألمانيا إلى دولة مشابهة أو ذات تنظيم سياسي يشابه الدول الأوروبية الغربية الأخرى ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة استبدال هذه النظرية الليبرالية بنظرية يوتوبية وأخلاقية تستنير على مفهوم الاستلاب نظرية الاستلاب ذي الأصل الفيورباخي بمعنى ذات التي طورها ماركس انطلاقا من أعمال فيورباخ عن الدين والسياسة ثم كمرحلة ثالثة نجد التصور المادي للتاريخ هذه هي المرحلة التي ستشهد طروض مفاهيم ماركس الأساسية عن نمط الإنتاج وعلاقات الإنتاج والتكوين الاجتماعي إلى آخره نبدأ بفقرة معنونة بالدولة كفكرة محققة بالمعنى الهيكلي هنا سيستعيد ماركس وكذلك الشباب الهيكلي أو سيقومون بمحاولة العودة إلى فكرة هيكل عن طبيعة الدولة باعتبارها كيان يوجد فوق المجتمع المدني الذي هو مجتمع الحاجات المجتمع المدني هو مجتمع الحاجات وفوق هذا المجتمع توجد الدولة وبالتالي فمن خلالها أي من خلال الدولة يتحقق المعنى الكوني للتاريخ كما رأينا ذلك في المحاضرات السابقة من هنا تكون الدولة موزع للعقل والحرية داخل مجتمع الحاجات أي داخل المجتمع المدني ولكن بالنسبة إلى مارك وبالنسبة إلى الهيكليين الشباب كانت الدولة البروثية مجالا للعبودية والاستغلال والأوتقراطية إذن يوجد تناقض بين مفهوم هيكلي للدولة كتحقيق للعقل والحرية وواقع الدولة البروثية الذي هو غير عقلاني في أساسي لأنه يستند على الدولة البوليسية على النظام الأوتقراطي وعلى الاستغلال والعبودية هنا ماركس لا ينتقد التعريف الهيكلي للدولة وإنما يشير إلى التناقض القائم بين غايته العقلانية وواقعه اللعقلاني هنا ماركس لا ينتقد التصور هيكلي الدولة يقول فقط أن هناك تناقض بين وجود الدولة في المفهوم ووجود الدولة في الواقع أي الدولة البروثية معنى أن الدولة البروثية لا تطابق المفهوم الهيكلي عن الدولة هنا تكون المشكلة الأساسية هي كيف تنتقل الدولة البروثية من إلى مجال العقلانية أي إلى مجال العقل إلى مجال الحرية إلى مجال الدولة بالمفهوم الهيكلي تلك هي مشكلة ماركس في المرحلة الأولى من تفكيره السياسي حول مشكلة الدولة بمعنى كيف تتحول إلى دولة ليبرالية كيف تتحول الدولة البروثية من دولة أوتقراطية استغلالية مع برعانه هينري شاين المأساة الألمانية المأساة الألمانية ما هي؟ هي مأساة ألمانية كدولة متأخرة عن فرنسا وإنجلاتيغا إذن فالمشكلة هنا تتمحور بين جوهر الدولة جوهر الدولة أي ما ضبطه هيجل كتحقيق للعقل والحرية ووجودها أي وجودها لا عقلاني من هنا جملة ماركس المعروفة التي كتبها في رسالة إلى روغ سنة 1843 العقل دائما تحقق ولكن ليس دائما في صورة عقلانية هنا يشير ماركس إلى المشكلة الأساسية التي كانت حاضرة في كتابات الهيجليين الشباب إجابة ماركس إجابة أولى يقدمها ماركس بخصوص هذا التناقض بين واقع الدولة الروسية وبين مفهوم هيجل عن الدولة النقد الفلسفي على النقد الفلسفي أن يذكر الدولة لجوهرها هنا ستركز كتابات ماركس على ضرورة النقد الفلسفي لتذكر الدولة بمصارها أو بمصيرها نحو جوهرها الفلسفي الذي عبر عنه هيجل كتحقيق للعقل والحرية إذن في ألمانيا كان هناك حزبان حزب المفهوم وحزب اللامفهوم على المستوى الممارسة عن ذلك أن الثورة هي عمل فلسفي في هذه المرحلة المثقفون الهيجليون الشباب ينظرون إلى الثورة كعمل ينبغي أن يكون له تقديم فلسفي أو أن أساسه نقد فلسفي نقد فلسفي للدولة نقد فلسفي للدين نقد فلسفي للسياسة إلى آخره وهذا النقد الفلسفي ما هي وظيفته تذكير الدولة والدين بجوهرهما إذن بعد هذه الفكرة سيحدث في أوساط الشباب الهيجليين نوع من الإحباط لماذا سيحدث هذا الإحباط؟ لأنه بالرغم من النقد الفلسفي الذي مارسوا هؤلاء الشباب الهيجليين لم تستجب الدولة البروسية لأمالهم لم تتحول الدولة البروسية من دولة أوتقراطية إلى دولة حرية ودولة حقل بالتالي ماريك بروسيا في غيوم 4 الذي كان يقدم العديد من الأمال الليبيرالية المتقفين لهيجليين الشباب لم يتمكن من تحقيق هذه الأمال وبالتالي سيحدث نوع من الفشل نوع من التشضي نوع من الإنقسام داخل المثقفين اليساريين الألمان حول هذه المشكلة بالذات وهذا الشرخ داخل الهيجليين اليساريين الجدود سيحدث أو سيعطينا مجموعتين اثنين المجموعة الأولى ستلتف حول برونو باور وهم سيقومون هذه المجموعة ستقوم بتعميق نقضها الفوضوي للوضع القائم وكذلك ستنظر إلى هذا الفشل القائم كأنه فشل سببه جهل الجماهير وعدم قدرتها على استيعاب أطروحات اليسار الهيجليين من هنا تشبتهم بمفهوم الدولة الهيجلي سيتشبتون بهذا المفهوم وسيتهمون الجماهير بعدم استيعاب أطروحتهم إذا كان الصراع في الماضي قد كان بين الفلسفة والدولة سيصير في مجموعة برونو باور بين الفلسفة والجماهير المجموعة الثانية وهي المجموعة الأكثر أهمية هي مجموعة ماركس، روغ، إفيوربا هذه المجموعة الثانية كانت أكثر أهمية من وجهة نظر التطور الفلسفي اللاحق لماذا؟ كانوا يبحثون في البداية داخل لاعقلانية الدولة عن سبب فشلهم بالتالي طرحوا مشكلات لماذا وجود الدولة يناقض جوهرها لماذا وجود الدولة البروسية العبودية، الثقراطية، الرجعية في تناقض مع جوهر الدولة، مع مفهوم هيجل للدولة الآن سنتوقف عند واحد من أهم الفلسفة ليس فقط في تاريخ الفلسفة ليس فقط بالنسبة إلى ماركس وإنجلز، وإنما كذلك في تاريخ الفلسفة بشكل عام وهو قل ما يعني أخذ على محمل الجد، وهو الفلسوف الألماني لودفيك فيورباخ مع فيورباخ سيطرأ تحول كبير في الإشكالية المطروحة في أوساط المثقفين الألماني اليساريين الهيجليين فمن منظوره لا عقلانية الدولة، وكذا لا عقلانية الدين، ليستا حدثا عارضا وإنما مكون لطبيعتهما وهذه فكرة أساسية ستساهم في انتقال ماركس من الإشكالية الهيجيلية التقريدية إلى مشكلة أخرى وبالتالي سينطلق من نظرية الاستلال ما هو مستلال بالنسبة إلى فيورباخ؟ ليس هو الروح الهيجلي، ولكن الإنسان الواقعي وما الذي يعبر عن هذا الاستلاب الإنساني؟ هو لاوقعية هذه العلاقة التي تمثل جوهرها وبالتالي فالمشكلة التي كانت تطرح على شكل لماذا الدين غير واقعي تتحول إلى أطروحة أي أن الله هو جوهر الإنسان ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن الدين ليس وهم خالصا كما كان يظن عديد من المتقفين الألمان وإنما محتوى حقيقي وهذا المحتوى هو الذي يشكل جوهر الإنسان محتوى الدين هو الذي يشكل جوهر الإنسان الدين غير واقعي ولكن لاواقعيته تلك تعبر عن استلاب الجوهر الإنساني داخل الدين الجوهر الإنساني مستلال مما يعني أن لاواقعية الدين هي نتاج لعدم تحقق الجوهر الإنساني في العالم فالإنسان إذن يتأمل هذا الجوهر ويسقطه على ما هو متعالي في الحياة الواقعية الإنسان ممزق ولا يمتلك طبيعته الجوهرية فيسقطها على الدين على ما هو متعالي على وجود متعالي على وجوده الواقعي لأن في وجوده الواقعي الإنسان يفتقد لجوهره الإنساني إذن لكي ينتقل الإنسان من حالة التمزق والتشذي إلى حالة الجوهر الإنساني عليه أن ينتزع من السماء جوهره الذي يسقطه عليه يعدي فكرة فيوربخ لكي يتحرر الإنسان عليه أن يتحرر من الإستلاب ولكي يتحرر من الإستلاب عليه أن ينتزع من السماء ما يسقطه عليها وبالتالي لا يعني هذا القضاء على الدين وإنما يعني القضاء على الدين من أجل تحقيق جوهر الدين اللي هو جوهر إنساني تلك كانت مشكلة فيوربخ عن الإستلاب أو نظريات فيوربخ في الإستلاب طبعا هذه النظرية التي يقدمها فيوربخ ستكون حاسمة جدا في تطور ماركس من المشكلة التي عبرت عنها في رسالتي إلى روك مشكلة التناقض بين مفهوم هيغل للدولة وواقع الدولة ومفهوم هيغل عن الدولة البروسية لماركس وبالتالي ستمكن هذه الفكرة فيوربخية وستكون موجها لأعمال ماركس التالية أولا المسألة اليهودية أول عمل سنلحظ فيه انتقال ماركس من المشكلة الهيغينية إلى المشكلة فيوربخية أو إلى نظريات الإستلاب نقطة فلسفة الدولة عند هيغل ثم إسهام في نقطة فلسفة الحق عند هيغل وبالتالي سينتقل ماركس من مشكلة هيغينية الشباب إلى مشكلة أخرى إشكالية جديدة هي في أي شرط يمكن للإنسان أن يحقق إنسانيتها في أي شرط يمكن أن يحقق الإنسانية هذه هي الإشكالية الجديدة مبقى إشكالية تناقض بين جوهر الدولة ومفهوم الدولة إشكالية الآن هو في أي شرط تتحقق إنسانية الإنسان ثم إشكال آخر لماذا الإنسان يعيش حالة لا إنسانية إشكال الثاني إشكال الثالث كيف يمكن تجاوز الإستلاب الإنساني إذن هذه الأسئلة هي التي ستكون موجهة لأعمال ماركس في المسألة اليهودية في نقطة فلسفة الدولة عند هيغل ونقطة فلسفة الحق طبعا سنعالج هذه المشكلات سنعالج هذه القضايا في المحاضرة الثانية هنا في هذه المحاضرة الأولى الغرض هو يعني وضع أو طرح وجهة نظر عام لما يمكننا أن نسميه بكتابات عن كتابات ماركس الفلسفية والسياسية الأولى حينما كان يكتب غاينيش التايتونك يعني لكي أكتب لكي أكتب لكي أكتب المشكلات التي كان يعالجها وكذلك المنظور الفلسفي الذي كان يسيطر على كتابات ماركس قد نخصص كذلك محاضرة خاصة بكتابات ماركس الأساسية في هذه الجريدة خاصة عن سراق الحطب وعن حرية الصحافة عن وضعية فلاحين راموزيل وغيرها من القضايا الأخرى التي كان يكتب فيها ماركس في هذه الجريدة ولكن ما يهمني الآن في هذه المحاضرة كان هو يعني ضبط الفكر فكر ماركس الأولي ثم تأثير فيوربا وسنرى فيما بعد كيف سيتحقق هذا التأثير في المرحلة الثانية من تفكير ماركس مرحلة تطوير نظرية للإستلاب الإنساني وتقديم إجابة عن شروط تحقيق الجوهر الإنساني في العالم الواقعي وشكرا